انجليزي معاه دبابات ومعه مدرعات وخلي بالك عدد هنا الشرطة المصرية 800 وهنا بتكلمك على 4000 طبعا مع الشرطة المدنيين المواطنين والمقاومين والفدائيين وكلهم مع بعض كل العدد ده طلبوا ان الشرطة تمشي فرفضوا قالوا لا على فكرة لقم الصفة رفعت رحمه الله وانا حتى بتكلم بقولوا حاكوا 94-95 ورجعت للشهادة دية وهذا الحوار عشان اعرف الدنيا يعني فبتكلموا على القرار قال لي قرار كان قرار الجنود الجنود قالوا ان احنا مش هنمشي احنا مش هنستسلم لها نموت هنا احسن حتى هو نفسه هذا البطل بكلمكم على تضحيات تضحيات ابطال قال ان انا كنت يعني اكون شهيد مع الشهداء وافضل وسطيهم ومش هسيبهم ابدا تحت اي ظرف وده اللي حصل ورفضوا الاستسلام محتل الانجليزي اكسهام قائد الجيش الانجليزي طلب من دقيب مصطفة رفعت يستسلم قال له لا احنا هنقاتل ولو عدنا 30-40-50 سنة هنفضل نقاتل لن نستسلم ما احنا احنا بنرفعش الراية البيضة وخلي بالك من فكرة الراية البيضة احنا بنرفعش الراية البيضة نواجه النصر او الشهادة دي عقدتنا عقدة الجيش او الشرطة النصر او الشهادة ما فيش حاجة اسمها استسلام عندنا لاخر رصاصة وقاعدوا يوجهوا ويقتلوا المحتل الانجليزي الاخر رصاصة واستمروا في هذه المعركة تفتكروا حصل ايه بعدها قائد جيش الانجليز جاب الناس بتوعه الافراد بتوعه وقدوا التحية العسكرية ليه النقيب مصطفى رفعت قدوا هلو ليه عشان بطولته وعشان شجعته دول رجال الشرطة المصرية مش مهم يكون معاك ايه في ايدك ولكن مهم عندك عزيمة وعندك كرامة وعندك قدرة وعندك تحدي دي كانت الرسالة اللي من 72 سنة بقولها لكل الاجيال بقولها لكل الناس الناس اللي ممكن تسأل هو عيد الشرطة احنا بنحتفل بيه ليه هي لمصر كلها بتحتفل بعيد الشرطة عشان البطولات اللي بقولها حكي عليها لان دي كانت بداية بالمناسبة تاني يوم حصل لانه حصل غضب فيه عند سقط حوالي خمسين ستين شهيد واكتر من سبعين تمانين مصاب من رجال الشرطة حصل غضب في كل انحاء الجمهورية اليوم بالتاني على طول يوم ستة وعشرين يناير عام اتنين وخمسين حصل حريق القاهرة